لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ليندا ابنة الفنانة القديرة فريدة صابونجي تظهر لأول مرة ظهرت ابنة الفنانة الجزائرية القديرة فريدة صابونجي ليندا على حسابها بفيسبوك وكتبت فيها جمعة مباركة عليكم وتصدرت محركات البحث يوتيوب بعد ظهورها الاول وابل كده ظهرت ليندا ابنة الفنانة القديرة فريدة صابونجي ضمأنت الجميع على صحة والدتها الفنانة الكبيرة في فترة المرض وقالت والدتي بخير ولم تطلق العائلة اي ندار وضعها مستقر ولا ينقصها اي شيء وشكرت كل من يحبها ودعا لوالدتها بالصحة والعافية انباء عن وفاة الفنانة القديرة فريدة صابونجي تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك خبر وفاة الممثلة القديرة فريدة صابونجي وتعتبر الفنانة القديرة ممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية من مواليد السلاسينيين اشتهرت باداء ادوار المرأة الغنية عن متغطرسة الشخصية قاسية القلب احيانا دخلت المسرح في سن مبكرة جدا حيث كان عمرها انزاك حوالي 13 عاما ووقفت على رقحة الى جانب كبار الفنانين على غرار محي الدين بشترزي ورويشي ومحمد التوري قدمت العديد من الاعمال والادوار في المسرح الكلاسيكي بالمسرح الوطني الذي كان يعرف بالابعة على غرار وتيلو وتيفيون ترتيب خناع الجحيم البنجوان والعشرات من الاعمال المسرحية الكلاسيكية لرفقة المرحوم مصطفى كاتب محمد التوري نورية كالسوم وغيرهم من نجوم الفن الجزائري سنة 1985 طلب منها المشاركة في مسلسل المصير تحت ادارة المخرج الكبير جمال فزاز رحمه الله واحتاجت دور موكل إليها الكثير من الغطرسة والقبضة الحديدية ونجحت في الدور وأحبها الجمهور كثيرا إلى أنها قدمت أعمال أخرى مختلفة وتقمصت العديد من الشخصيات سواء كانت اجتماعية أو هزلية في المسرح أو المسلسلات وتقمصت عدة أدوار في مسيرتها الفنية سواء في مسرح أو عبر التلفزيون الجزائري أشهرها دورها في المصير سنة 1989 وكيد الزمن سنة 2001 ابنة صابونجي لم نطلب أي مساعدة ونرفض نشر صورها والتعرض لحياتها الشخصية أعرب رئيس جمعية الألفية الثالثة الفنان سيد علي بن سانم عن أسف من التصريحات والإشاعات التي تم تداولها بخصوص الفنان القدير فريدة صابونجي والتي لا تمت بصلة إلى الواقع الذي تعيشه أيكونة الفن الجزائري خاصة في ظل التكفل التام بها من طرف ابنتها لند وقد صرح الفنان سيد علي بن سالم في اتصاله مع الشروق أنه انتقل شخصيا لبيت الفنان القدير فريدة صابونجي مباشرة عقب الإشاعات التي تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد لنا أن صحة الفنانة مستقرة مشيرا إلى أنها تعرضت سابقا لجلطة دماغية سنة 2018 ما ألزمها العزلة والإتعاد عن أضواء خاصة أن سنها تجاوزت 90 ومصاب بالزهايمر إلى أن وضعها يقى مستقر ولا يستدعي كل هذه الإشاعات وفي ذات السياق أكد سيد علي بن سالم أن الفنان القدير فريدة صابونجي تحظى برعاية صحية جيدة من طرف ابنتها لندة خاصة وأنها تشتغل في قطاع الصحة وهو الأمر الذي يسهل عليها مهمة رعاية والدتها كما أنها تستعين بمساعدينك من مرافقة المريض ضمان التكفل التام بوالدتها على مدار 24 ساعة كما أكد المتحدث أن ابن فريدة صابونجي قد نفت ما تم تداوله جملة وتفصيلة وأنها تتأسف من هذه التصرفات التي تصدر من أهل الفن كما كذبت ما صرحت به الممثلة فريدة حرحار نقلا عن مصدر قالت أنه موسوق ومطلح وقد أكدت في تصريحاتها أنها لم توجه أي نداء لأن والدتها تحظى بالرعاية الكاملة من العائلة والجيران ولا تحتاج حاليا لأي شيء داعية إلى ضرورة احترام قرار والدتها بالابتعاد عن الأدوار وعدم التعرض لحياتها الشخصية أو تداول صورها وهي مريضة احتراما لمسارها الفن الطويل ومشوارها الحافل الذي لطالما قدمها في صورة المرأة الجزائرية القوية التي حافظت عليها طيلة عقود من الإبداع وقد استغربت ابنة فريدة صدنجي سيدة نمدة من الإشاعات التي تم تداولها مشيرة إلى أن والدتها قد تعرضت كغيرها لوعقة صحية منذ سنوات وأنها تسخر شخصيا على توفير كل ما تحتاج حالتها دون اللجوء إلى طلب المساعدة أو توجيه نداء لأي جهة كانت كما اقتنمت الفرصة لتقديم خالص شكرها للجمهور والفنانين والإعلاميين الذين يسألون عنها والاتصال للإطنان على حالتها والدعاء لها بالشفاء العاجل من جهته قدم الممثل والمفرش سيد علي بن سالم تشكراته الخالصة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي لم يتأخر في الاتصال وإبداء تعداده للتكفل ومساعدة الفنان القديرة فريدة صابونجي سيقتضب الضرورة للإشارة فإن الفنان القديرة والمجاهدة فريدة صابونجي من موريد 18 سبببر سنة 1931 دخلت عالم الفن الرابح في سنة مبكرة وهي لم تتجاوز 13 عاما حيث شاركت في عدة أعمال بردقة الراحل محيدين بك بشترزي وغيره من عمالقة الفن في الجزائر حيث تعرفت على زوجها الفنان بو علام رابي الذي توفي سنة 1966 وهو والد ابنتها الوحيدة لندرابي وتقامل الكشف الفنان في مجال التنسير مقرر من الفنان القديرة فريدة صابونجي أن الأخيرة تعاني في صمد وحالتها الاجتماعية والصحية تتطلب المساعدة العاجلة الفنانة المحبوبة التي أفنت عمرها في العطاء للفن والسينما الجزائرية لم تحصل سوى على حب الشعب الجزائري فقط وأشارت مصادر مقربة منها أنها متواجدة في حالة لا تحسن عليها في بيتها بضواحي العاصمة إسرى مضاعفات صحية بعد إصابتها منذ سنة بوعقة صحية ألزمتها الفراش نظرت لعدم قدرتها على الحركة نتيجة تقدمها في السينما الفنان القديرة صابونجي متواجدة على فراش المرض على حسب قول الممثلة فريدة حرحار ما عندهاش حتى باش تشتري الحفاظات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر